البدعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأيك يا أبي أن نظل جالسين نذكر الله سويا؟ لا يا طلال، فهذا الأمر بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد أن يكون الذكر بصورة فردية بغير صوت جماعي بدعة؟ كيف ذلك وأنا أبتغي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم بدعة، فالمبتدع يزيد في دين أكمله الله كما قال تعالى اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أستنتج من ذلك أن عمل المبتدع لا يقبله الله هذا صحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما أن البدعة تهدم السنن وتقلل من انتشارها نعم يا أبي، وقد لحظت ذلك بنفسي، حيث ينتشر على الإنترنت كثير من الأحاديث والأذكار والأدعية التي لم ترد في شرع الله، وهو ما يساعد على انتشار البدع، أليس كذلك؟ بلى، لذا وجب علينا التأكد من أي حديث أو ذكر أو دعاء قبل نشره لأن المبتدع يحمل يوم القيامة ذنوب من تبعه كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون لقد أخبرنا المعلم أن من أحدث شيئا في أمر من أمور الدين يحجب يوم القيامة عن حوض النبي أحسنت يا بني فقد قال صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي أفهم مما قلت يا أبي أن البدعة هي التعبد بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح فكل من اكتدع عبادة لم ترد في كتاب الله أو سنة رسوله فهو من البدعة المحرمة وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالبدعة محرمة وضلال مبين وكبيرة عظيمة وهي مردودة على صاحبها لا يقبلها الله أعرف أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ومع ذلك توجد دول كثيرة تحتفل به أنت على حق فهو تشبه بالنصارى ومن الأمثلة الأخرى للبدع أيضا التلفظ بالنية للوضوء والصلاة أرى بعض أصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي يتبادلون التهنئة بمناسبة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وهذا أيضا من البدعة جزاك الله خيرا يا أبي على هذه المعلومات القيمة سأذكر الله بعد كل صلاة بمفردي بعد ذلك إن شاء الله بوركت يا بني لتلخص الآن ما تعلمناه اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم البدعة التعبد بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم حكم البدعة البدعة محرمة وضلال مبين وكبيرة عظيمة آثار البدع في الدنيا والآخرة المبتدع يزيد في دين أكمله الله تعالى البدع تهدم السنن وتقلل من انتشارها المبتدع يحمل يوم القيامة ذنوب من تبعه المبتدع يحجب يوم القيامة عن حوض النبي أمثلة عليها الذكر الجماعي بعد الصلاة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية للوضوء أو الصلاة الاحتفال بالإسراء والمعراج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر